قبل الاتصال مش كده؟ ولا انتهينا؟ مسألة النمص ومعصية الله نعم 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 ما خلصناهوش احنا اللي بنطرح السؤال مسألة الشباب الدعاء يعني يقولك انتم تضيقون على بعض الناس وتقولون بالتحريم في حين ان في بعض المزاهب الاخرى وبعض الاراء الاخرى وكتب العلم وكتب التراث ممتلئة باراء كثيرة وانتم تأخذون برأي متعصف فتضيقون على الناس بلاش بلاش الكلام ده كله شيل ده من ده ارتاح ده عنده كما يقولون احنا بنطرح عليهم السؤال هاتوا هذا القول الثاني اللي هو انه هذا الشيء المحرم يجوز فعله باذن الزوج من مذاهب العلماء المتقدمين بس هو اذا قلب في كتب التراث لن يجد هذا القول منسوبا الى احد من الائمة ده كلام بعض المعاصرين لا اكثر ولا اقل من اللي هما ظنوا في انفسهم انه بلغوا رتبة الاجتهاد بلغوا الصاب اه وانهم لا رقيب عليهم ولا حسيب فيحل ما شاء ويحرم ما شاء وبتالي هؤلاء هما يعني كما قال الامام بن الجوزي عليه رحمة الله آفة العالم اندهن العلا اندهن العامة فستكون مصائب عليه لانه اسئلة العامة اللي بيطرحوه عليه هو عايز يجامل ده وعايز يجامل ده وعايز يجامل ده حلال ويقعد في مجتمع النساء كل النساء قدامهم متبرجات هيسألوه عن التبرج هيقولوله ايه هيقولهم ايه ودي الوسطية عند الزعج قاعدين كلهم متنمصات طب وسألوه عن التنمص هيقولهم ايه فهو يوجد لنفسه مخرج مش ليهم هم المخرج يوجد لنفسه مخرج يخرج من ورطته فيقول اذا اذن فيه الزوج وهو عارف ان هؤلاء من الزوجات ده دول ازواج زي الشيخ اللي بيطلع مع مزيعة مش محجبة ويقعد يكلمها عن سماحة الاسلام ويعمل تقول له الله الله هو حتى مش منتبه هنا كأنه يقر لها بعدم الحجاب هو منتبه يا مولانا مش مش منتبه هو منتبه وكل شيء انما تعال انت بقى اوع في كلمة كده خلاف ما هو عليه من مذهب يحكمك مغلما حضرتك ما علينا من كل ده نحن نقول انه جمهور اهل العلم قالوا النمص حرام وهو كبيرة من الكبار ذكر انه كبير امام النحاس في معجمه وذكر انه كبير من الكبار الامام ابن عبدالوهاب بلاش ابن عبدالوهاب عشان ده متشدد ذكروا الامام الذهبي عليه وهم يقولون هذا عنه وليس حضرتك وليس انا بالطبع الامام الذهبي عليه رحمة الله ذكر انه من الكبائر ولم يقل احد من الائمة اصحاب المذاهب المتقدمين ان هذا المحرم يجوز اذا اذن فيه الزوج ولا قالوا ان هذا ممنوع خاصة اذا خرجت بر او ظهرت على الناس انما قالوا القول باطلاقي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام